سنتحدث عن قانون «O.M.» سبقه حكينا قليلا عن هذا القانون لكي قال أن المقاومة التيار Nanterans والطيار والآغار socially قد تكون علاقة خطيئة ، لكن اللقد دعونا نعرف هذا القانون بشكل رسمي في هذا الدم قانون أن يحدد العلاقة بين التيار والطيار والطيئة على إنه مع الأمر و rolمنا هذه العلاقة بشكل بين sacrificing يعني الافترضة مثلا في عندي هون هاي التيار في هالشكل وفي عندي على المحور الصادي قيمة فرق الجهد لازم تكون العلاقة بينهم علاقة خطية والميل تبع العلاقة هاي هو رح تكون قيمة المقاومة رياضيا من خلال المعادلات العلاقة هي V بتساوي R في I يعني فرق الجهد بتساوي قيمة المقاومة مضروبة في قيمة التيار لو اخدنا اكمل مثال خفيف على الموضوع لو افترضنا في عندي دارة بهالشكل في عندي مصدر جهد واحد وفي عندي مقاومة واحدة وبدأي حسب قيمة التيار اللي طالع من مصدر الجهد على المقاومة لاحظ انه الجهد على المقاومة هو نفس الجهد تبع المصدر اللي هو قيمته 20 فولت وقيمة المقاومة بتساوي 10 اوم معناته من قانون اوم بقول V بتساوي R في I وبالتالي I رح يساوي V على R V قيمتها 20 R قيمتها 10 اطلع مع الجواب 2 امبير ناخد كمان مثال في هذا المثال في عندي مصدرين للجهد هذول مصدرين بإمكاني اني أدمجهم بمصدر مكافئ المصدر مكافئ هذا رح تكون قيمته هي مجموعة قيمة المصدرين فرح يكون في عندي هوم بسميها V total مثلا و V total رح تكون مجموعة V1 زائد V2 من الجدوى القيمهم 20 و 10 30 فولت وبالتالي إذا بدي أحسب قيمة التيار اللي بمر في الدارة هلأ بدي أستخدم قانون Ohm فبقول انه V تساوي R في I V تساوي 30 قيمة المقاومة من الجدوى القيمة القيمة التيار هي اللي مش معروفة فمن الحل هنا بطلع معي انه I تساوي 30 على 10 وبالتالي بتساوي 3 أمبير في المثال الثالث عندي قيمة الجهد على المقاومة بمعطي بشكل مباشر قيمته 20 فولت وبتالي أحسب التيار من قانون Ohm مباشرة V على R 20 على 10 وبساوي 2 أمبير في هذا المثال في عندي مصدر للتيار وبدي أحسب منه فرقة جهد برضه بستخدم قانون Ohm مرهاي عندي R وعندي I R بتساوي 10 و I بتساوي 2 معناته بطل عندي فرقة جهد 20 فولت في عندي هون كمان مثال في مصدرين للتيار بدي حاول اني ادمجهم بعض بحيث اني اطلع مصدر واحد للتيار ولاحظوا انه التنين موصلين على التوازي وبالتالي اذا ادمجت المصدرين كل اللي لازم اعمل هو اني اجمع قيمة الطيارات لكل واحد من التنين فهي ساوي زي دارة مكافئة فيها مصدر طيار واحد قيمته I T أو I المجموع و قيمة الريزيستنس قيمة المقاومة بظلها زي ما هي اللي هي عشرة اوم مطلوب اني اني احسب قيمة الجهد على هاي المقاومة I T حكينا هي من مجموع I1 زائد I2 I1 قيمته اثنين I2 قيمته واحد مجموعهم ثلاثة امبير وهلا بقول من قانون اوم V بتساوي R في I R بتساوي عشرة وال I بتساوي ثلاثة المجموع ثلاثين فولت أو حاصل ضبهم الناتج بكون ثلاثين فولت كمان مثال في عندي قيمة التيار معروفة اللي هي بتمشي في الدارة وبتمشي في الريزيستنس في المقاومة وبالتالي بدي احسب قيمة الجهد عليها من خلال قانون اوم R في I عشرة في خمسة بتساوي خمسين بولت